اشتركوا في القناة مشيرا انه تم وضع العديد من الاهداف لرفع قدرات الاتحادات الوطنية الاعضاء معالي عن تقديره للاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمه المتميز لهذا المشروع وللحكومة الماليزية لالتزامها بالمساهمة في تطوير كرة القدم الاسيوية واشار معالي بان المقر الجديد سيعزز تمكين الاتحادات الوطنية من الوصول الى اعلى مستويات التميز من خلال رعاية تطوير الشباب وقطاع الوعدين وكرة القدم النسائية الى جانب تطوير مدربين مميزين واداريين على اعلى مستوى من جانبها اكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني امفانتينو ان هذا المشروع يعكس النقلة التطويرية الاحترافية للاتحاد الاسيوي للعبة بقيادة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة معتبرا ان مستقبلا باهرا ينتظر الكرة الاسيوية اذا ما وصلت السيرة على نهج التطوير المدروس الذي يتبناه الاتحاد القاري وتتضمن التوسعة في المبنى الجديد ملعب كرة قدم وصالة تدريب وبركة سباح للتأهيل الرياضي الى جانب خمس غرف للاجتماعات ومسرح يتسع لمجموع مئة واثنين وثمانين شخص حيث استضاف المبنى مجموعة من المتمرات والمحاضرات وورش العمل الى جانب قرعة بطولات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم